اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية السمنة والوزن الزايد عن حده ممكن يخلي اي واحد سليم ما بيشتكيش من اي امراض يبان ان هو مريض وتعبان و اكبر من سنه يطلع السلم ينهج يمشي شوية ركبه توجعه ضهره يوجعه فهي بتأثر على السليم فما بالنا اللي عنده مرض مزمن او عنده مثلا مريض قلب او مريض سكر او مريض ضغط يطرى ممكن السمنة تأثر عليه ازاي احنا معانا النهاردة دكتور خالد عبدالعزيز ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة ديبلومت التغذية والتخصيص من الجامعة الامريكية وعضو الجامعية الكندية لأمراض السمنة اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيكي واهلا بكل السادة المشاهدين عايزين نعرف السمنة ممكن تأثر على مثلا مريض القلب ازاي بصد كل الكلام اللي انت قلت له ده هو كل المجتمعات العلمية الطبية العالمية تتكلم عليه واحنا حتى لو دخلنا مثلا على مواقع موصوف منها زي منظمة صحة العالمية وزي الجامعية الامريكية لأمراض السمنة هتلاقيهم بيتكلموا في اخر حاجة حصلت في 2017 لقوا ان نسبة الوفيات في امريكا رقم واحد التدخين طب ورقم اتنين السمنة السمنة من احد الاسباب القوية جدا اللي ممكن تؤدي الى الوفاة وعشان كده طلع اكسبريشن جديد اسمه موربوديتي اوبيس السمنة المميتة ايوه فاحنا النهاردة في برنامج اسأل مع دعاء ما بنقولش انت بتخس عشان رفاهية لا انت بتخس عشان حياتك علشان نفسك علشان مستقبلك هتعيشه ازاي صحيح بصحة كويسة ولا انت رايح في الطريق بتاع الديكلاين او اللاعودة جميل فالنهاردة مهم جدا واحنا بنتكلم ان احنا نوضح للناس وكل السادة المشاهدين اللي بشاهدونا انت لو تخين انت في خطر خطر طيب هو بيبقى عارف وعدين بيتفرجوا علينا وعارفين بس الطلعة الاولانية بتاعت الخساسان دي كأنه مثلا شايف جبل وانه يبقى خاسس كأنه واقف في قمة الجبل ومش قادر يطلع يعني تخيلت واحد تخين وشارف يطلع السلم هيوصل للنقطة دي ازاي تقوله يعمل ايه عشان يوصل للمرحلة اللي هو المفروض يخص فيها طيب برضو هقول ونعيد ونقول تاني يا جماعة اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي انت تخين لازم يكون عندك ارادة ارادتك دي هي دي مفتاح ان انت ترجع تعيش تاني بشكل طبيعي يبقى رقم واحد الارادة رقم اتنين اللايف ستايل بتاعك ازاي تقدر تغير من اسلوب حياتك طيب انت متعود ان انت تاكل كميات اكل كتيرة وعشان اجي النهاردة اقول لك قالي الكميات اكلك هتقول لي انا مش قادر انا لسه حاسس ان انا جعان انا لسه حاسس ان انا عايز اكل فعشان كده النهاردة على مستوى العالم كله ظهرت اهمية الفايبرز الالياف الطبعية هتعمل ايه يعني الالياف الطبعية دي هتعمل معك ايه الالياف الطبعية دي لما هنبتدي ان احنا ناخدها اول حاجة بتبتدي تعملي شكل الجل او الشكل الهلامي ده بيتم هو فين اول حاجة في الكوباية اللي انا بحضر فيها الفايبرز الالياف الطبعية وابتدي ان انا اكلها لما هتنزل عندي في المعدة وزود عليها مياه بتبتدي انها تكبر وتاخد حجم اكبر الحجم دوت هيملي المعدة اول بقى المعدة تتملي انت ساعتها هتبتدي تحس بالشبعة انت في الحالة ديت انت شبعين ودي هتبقى اول خطوة طريقك ان انت تخس احساسك ان انت ما بقيتش جعين صحيح طيب والحاجة التانية بقى ايه الحاجة التانية الجسم محتاج طاقة طبعا فهيبتدي هيعمل ايه في الحالة ديت هيبتدي ياخد من الدهون المتخزنة عندك ويبتدي يكسرها ويحولها لطاقة وبالتالي انت كده ماشي في اول خطوة ان انت تخس وتحافظ على حياتك دي اول خطوة لك طيب جميل طيب دلوقتي فيه ناس ممكن تاخد الالياف دي ولما تجوع تاكل مقليات تاكل محاشي تاكل ايس كريم تاكل جنك فود هل مع الالياف فيه نظام غذائي لازم يمشوا عليه وبعدين ولا ياكل اللي هو عاوزه لا فيش حاجة بقى اكل اللي انا عايز يعني حتى الرياضيين اللي بيمرسوا رياضة ما باكلوش اللي هم عايزين اكلهم حتى بيبليلوا نظام غذائي سيستم صحي بالضبط صحي فاكتر حاجة لازم هتساعدنا واحنا بنحط نظام غذائي ان يبقى فيه اول حاجة مية كتير تاني حاجة يكون فيه الياف كتير الياف طبعية الحاجة التالتة والمهمة جدا واللي اشارت ليها الشهر اللي فات في اخر تقرير ليها الجامعية الامريكية لسه منه ان احنا نقلل او نبتعد عن اللحمة الحمرى فدي من احد الحاجات هل في ناس تتخيل ان اللحمة الحمرى دي ما بتخس ما عاليهاش ما لهاش اي ضرر وما بتتخنش يعني دي المفوضب ان هي بتخسس لا اللحمة الحمرى ديت من الحاجات اللي خلازم خلاص النهات ده كل اللي بحثتها نحنا نقللها طبعا ما يفعلش نحنا نقلها كتير هي بتبقى مفيدة في اليانج اتش لو واحد لسه بيبني جسمه ده بيبقى أحسن لنا أنا منعتها خالص والحمد لله هي واللحمة البيضة كمان مع ده السمك أنا فكره بسر جمال الشخص لما بيبتدي أنه هو يتجه للألياف الطبيعية أو الفايبرز كل ما بياخد فايبرز كتير كل ما بيبتدي يظهر جماله أكتر وصحيته أكتر وده بيبان بينعكس على وشه طيب وده يخليني أسألك هل الألياف الطبيعية طبيعية ما في المية ولا داخل فيها كاميكلز أو داخل فيها حاجة صناعية علشان تنفش النفاشان الفاضية ده طيب واسألك حلوة قوي وبرضو لازم نوضح لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي أنا لما هقول لك خس لازم تخس بشكل طبيعي لازم ما تخسش بشكل ممكن يعود عليك بالضرر فلما بنتكلم على الألياف الطبيعية بنقول كلمة طبيعية معنى كلمة طبيعية إيه إنها ما فيهاش أي نوع من أنوع الكيمويات إطلاقا خالص ما تحطش عليها أو نضاف عليها أي كيميكلز أو أي حاجة كيموية بلاس على كده الزيادة إن هو أورجانيك طبعا الدراسات الزراعية في الفترة الأخيرة كلها بتتجه إن إحنا ناكل حاجة أورجانيك ليه أورجانيك؟ علشان ما تأثرش على البيولوجية وتأثر على الميتابوليزم بتاع جسمنا بشكل ممكن يكون متأثر من النبات نفسه بحاجة خدها كيميكلز أو أسميدة كيموية مبيدات معرفش إيه الحاجات دي كلها بالضبط يعني فاتجاه كله العالمي النهاردة إن أنا أخد حاجة أورجانيك حاجة مزروعة ما كانش عليها مبيدات حاجة ما ترشش عليها أي خدت أي أسميدة كمان التربة نفسها اللي مزروعة فيها تكون برضو بيور ما تكونش خدت أي نوع من أنواع الأسميدة الكيموية دي كل ميت أورجانيك خلينا نشوف كده الفيديو يعني الألياف بتعمل إيه في جسم الإنسان بطريقة علمية ونتشرح لنا بقى دكتور نوضح المشاهدين إحنا بناخد الألياف والألياف عبارة عن نوعين نوع بيدوب في المياه ونوع ما بيدوبش في المياه الاتنين موجودين معنا في الألياف الطبيعية هنبدأ أول حاجة هنبص عليها الألياف موجودة فين الألياف موجودة في الهول جرين اللي هي الحبات الكاملة اللي ما حصلهاش أي عملية من عمليات الأمح ومعرفش إيه والحبات بس الحبة الكاملة مش الديق الأبيض آآ كمين يعني ما جيش تقولي الديق الأبيض مثلا في الشوفان في اللي هي الحبة الكاملة ده هنا مثلا عندنا الفايبرز زي ما قلنا نوعين نوع بيدوب في المياه نوع ما بيدوبش في المياه أول نوع حنتكلم فيه اللي هو بيدوب في المياه حطناه في المياه بيبقى شكله عامل زي الجيل بينزله في المعدة أول ما بينزل في المعدة بتحس بالامتلاء فورد يقدر ياخده بأمان تام لو حد عنده كوليسترول كمان يقدر ياخده بأمان تام دي برضو من الحاجات المهمة جدا ان انا مع الفايبرز انا بقلل لك كوليسترول وبقلل لك كمان السكر اللي موجود في دمك او الجوز اللي موجود في دمك طيب يعني هي تمشي مع مرضى الضغط والسكر نحن نتكلم عن الامراض المزمنة في ناس عايشين بالضغط والسكر وعلى فكرة الناس اللي بتخس يقولك انا خلاص ما باخدش خلاص أنسولين ما باخدش يعني انا باستغرب يعني واحد عايش عمره كله مثلا على أنسولين لما يخس يوقفه ويقول خلاص انا تقريبا يعني خفيت يعني مرض السكر ده من الامراض بقيت اساسية اوي ومنتشرة اوي الامدي عشان نظامنا الغذائي الناس بتتخنفة بيجيلها سكر طب انا لو رجعت الجسم مرة تانية لوزنه الطبيعي طب انا خلاص انا مش يحتاج ان انا اخد أنسولين مش يحتاج ان انا اخد أدوية وحالات كثيرة جدا جدا لما خست فعلا بدت وقفت أنسولين وقفت أدوية السكر ورجعت للمستوى الطبيعي بتاعها جميل طب احنا معنا هقول اول مرة الاستاذة القلياف جت لنا ابنفسها انت يعني انا دايما بشوفها في فيديو بس هنشوفها عملي بقى المراضي حيك بتخطها في كوباية مياه قد ايه يعني احنا هنشوفها عملي وانا كمان يعني الاستاذ المشاهدين انا حاسم انا وزني زاد اتنين كيلو فكان لازم ان انا بيدي اعمل موقفة مع نفسي هيا عقادكم بقى وقولكم وزني زاد بقى وعقادكم بقى انا بقى الناس بقى اللي اتضيقنا ويبقوا بقى سمتاتيك وقولوا احنا تخنانين فانروح نعمل ايه بقى هاي هنجرب برضو مع السادة المشاهدين اه دي الالياف هي بتبقى علبة فيها كام كيس ولا يعني بتبقى فيها يعني علبة فيها اكتر اه فيها هو الكورس اللي بياخده البيشنت اللي عايز يخس بياخد كورس لمدة 3 شهور بيبتدي ان هو ينزل وزنه ده الكيس بيتاخد مرة بقى في اليوم ولا يتاخد احنا بناخد كيس في نوع من الفايبرز زي ما قلنا الفايبرز نوعين نوع بيدوب في المياه ونوع ما بيدوبش في المياه فبناخد فايبرز فترة الغداء ده بيبقى نوع وفي نوع تاني بناخده فترة العشاء ده النوع التاني احنا كده المياه جهزناها في الكباية نص كباية مياه نص كباية مياه بيبتدي احط الفايبرز بتحطها كلها ونبتدي أن نقلب بشكل دائري التقليب يعني بيأخذ حوالي من دقيقتين معنا ده دي بتاعت فترة الغداء؟ دي فترة الغداء قبل الغداء بقى بنص ساعة ولا بقى قد إيه؟ لا إحنا يعني خلاص في وقت الغداء إحنا بنجهزه وبتمتدي أن احنا ناخده وقتها على طول بعد ما احنا بناخده ما بنحسش أن احنا جعانين فأبنا كلش يعني أنت أنا خلاص أن أمرتلك المعدة أتفرج عليه ما أخذ دي وما كلوش ده الغداء بتاعنا يعني اللي عايز يتغدى النهاردة وبعين سهل إذا ما شفنا كده الكيس سهل إن أنا أكده معايا في أي مكان لو أنا في شغل لو أنا في أي حتة بدأت تتقى ليه؟ لو الكاميرا حتى هتقرر فأتدى أنه هو يبقى جيل ماسك كده جيل حتى أنا بقلب دلوقتي بصعوبة بدأت تتقى الفعل بالضبط ماقلب عليه بصعوبة لو مسكناك كوباية يعني قالنا 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 تمام فهو كده بقى جاهز برضو الكوباية هي ألبناها كلها ونبتل ناكب بالمعلقة ده عمل زي السريليك شوي نفس الفكرة كده قريبة بس هو زي ما شرحنا حتى في الفيديو هو هيبقى بالشكل الجيل هينزل المعدة بقى هيملها كلها طعمه ايه؟ بصي هو طعمه مسكر شوي ده طبعا لانتكدت أن الألياف الطبعية بتيجي من نباتات وبتيجي من فواكه فطعمها قريدي مسكر السكرة الطبيعية فهو مش منضاف عليه سكر وبالتالي كمان اه يعني حتى طعم الفايبرز المسكر كمان مش مفوش كالرز زيرو كالرز فأنت ابتأخذي حاجة دل حاجة ملهاش أي نوع من أنواع الكالرز اللي ممكن هتأثر فينا حتى طعمه حلو ودي تتاكل كلها طب يلا بقى خلص زي الشطور كده الكوبة بتاعتك اه يعني يقدروا يخلصوها كلها وبفعلا لما يكون أنا شايف أنه يعني ده بقت يعني ما بتنزلش بالضبط هو حتى طعمه فالبقى حلوة قوي الناس كوار في السن اللي ما عندهمش أسنان فأنت مش محتاجة أنت هدوم ده هو على طول بيبتدي أنه هو زي جيل كده آه بيتبلع على طول كمان في رح حلوة قوي فحتى بالنسبة للسيدات إنها بتحب الحاجة اللي تبقى فيها رياحة فيها رياحة خفيفة قوي كمان حلوة رح تستنون رح تلقرفة بس خفيفة جدا يعني تكاد تكون ملحوظة بشكل يعني دقيق لو حد منهم وعندهم حس شم قوي آه جميل طيب المفروض بقى ناتيك تودبن بعد قد إيه السؤال ده حلو يعني كل الناس تسأل عن نتائج أنا النهاردة يا دكتور هاخد الأليا في الطبعية ناتيك تودبن بعد إيه أولا فيه فيه اختلاف من شخص لشخص آه فيه واحد ممكن تلاقيها هيخص في الشهر عشرة كيلو واحد تاني هيخص في الشهر حوالي من خمسة لأربعة كيلو لأن أنا ببتدي أهل جسمك إن هو يخص بس المتوسط العالمي إن أنت جسمك هيخص في الشهر ستة كيلو وستة كيلو كمتوسط عالمي ده رقم حلو جدا 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 أنت لما تخص ستة كيلو أنا مش هأثر على بشرتك نظرتك هتفضل زي ما هي الوش هيفضل منور زي ما هو الجلد مش هيحصل فيه علامات أو تمدد الحاجة التالتة كمان أعضاءنا الداخلية اللي احنا مش شايفينها يعني أنت جوه جوه جسمك هنا أنت فيه حاجات كتيرة مش شايفها زي مثلا الكبد زي الكيلو كل الحاجات ديت أنت بتحافظ عليها لما وزنك بينزل المعدل العالمي ناس كتير بيقولوننا أنا هامن على الأكل وهعد فترات طويلة من غير أكل وهخس آه هتخس مش هقولك مش هتخس بس التابعية بعد كده هتصب أمراض كتير الحاجة التانية وقت ما هيجي عليك فترة مثلا ولا يكون أسبوع وعشر تيام وعشر يوم هيحصل لك فجعة هتلاقي نفسك عايز تاكل جوب شراسة فهو تفرق الاتنين تقلتك لو أنت نزلتهم أنت رجعتهم مرة تانية آه ده في حالة أنه يعني عمل للرجيم التاني اللي هو الررجيم اللي هو كاميكال أو آه بالزبط ها يمنع أكله ها يمنع كاميكال زي بتاعه طب ليه ما النهاردة العلم الحديث النهاردة بقى عندنا فيبرس عندنا ألياف طبعية موجودة كمان مرخصة من وزارة الصحة ناخدها بأمان تام ما عليهاش أي كيمويات أورجانيك كمان الاف دي اي والاف دي اي اللي هي البود عند درج أسوسيشن الأمريكية الاف دي اي ديت هي اللي النهاردة بترخص الأكل والدواء اللي بياخده المواطن الأمريكي وإحنا عارفين قد ايه المواطن الأمريكي وزارة الصحة هناك بتحافظ عليه بشكل كبير جدا اللي هو لا يمكن إنها ممكن تصرح بحاجة ممكن إنها تضر هذا الإنسان فالاف دي ايه نهاردة مصرحة بالفايبرز للناس اللي عايزة تخص أي حد عايزة تخص أنسى بطريقة ليه النهاردة هي الألياف الطبعية طيب معايا مونا أيوة محضرتك أهلا بك يا مونا أهلا بحضرتك أهلا بك يا حبيبتي أنت استخدمت الألياف دي؟ أي واستخدمتها قعدت قد إيه تخديها أولا وزنك كان قد إيه وبقيت وخصيتي قد إيه؟ وزني 135 وأول أسبوع خصيت 2 كيلو 2 كيلو أيوة في أول أسبوع كنت بتكلي كبت يعني كنت بتشبعي ولا كنت إيه حكيلي كده؟ يعني حكيلي تجربتك مع الألياف والله أنا بالنسبة إن أنا الألياف كويسة معايا بتشبعك يعني؟ حسيت إن ده أنا خسيت فعلا عليها طيب كويس بتشبعي لما بتاخديها؟ نعم أيوة باشبع وبحس إن أنا بطني معدتي ممتلقة أكل ومش عايزة أكل بقعد فترة كده ببقى مش عايزة أكل فعلا وما بأخد الكيسة الثاني بتاع بالليل بأخد علبة الزبادي بالعافية يعني مش مبقى أسجعانة وبقالك قد إيه بتاخديها؟ أنا ليه كده بالضبط إسبوعين أول إسبوع خسيت 20 كيلو والإسبوع ده يعني برضه هيبقى كده لإن أنا حاسة إن أنا إدية رفعات وجسمي خاس طيب كويس والخسستان على فكرة ببطء أفضل كتير من الخسستان بسرعة لإنه ما بترجعيش بسرعة أنت كان عندك مشاكل صحية يا مونة؟ أيوة عندي ضغط وعندي السكر طيب إن شاء الله يعني تحسن من الضغط والسكر حيك عايزة تسألها أي سؤال يا دكتور؟ قولي يا مونة أنت سعيدة بحياتك النهاردة بعد ما نزلت يعني جسمك بدأ ينزل لهوت وأكيد آه الحمد لله أيوة أيوة طيب الحمد طيب الحمد طيب يعني حاسة فيه تفاؤل متفاؤل إن أنا بتفاؤل إن أنا أخس أنا أول مرة أحاول أخس طيب أول مرة طيب أول مرة أحاول إن أنا أخس عشان فيه حاجة مساعدة ساعدتك إنك تخسي وتشبع آه يعني فيه حافز إنما الأول كنت ببص كده نظام الغذائي فيه حرمان فيه كده يعني بالنسبة لي ببقى إيه تقيل شكرا لك يا مونة يعني هو ده الهدف أعتقد من الألياف إنه يبقى فيه حاجة تساعد وتسند في وقت الجوع ووقت يعني الواحد يبقى بصص كده الناس كلها بتاكل جاتوا بتاكل حاجاتوا هيموت عليها غير لما يبقى شبعين ومش عايز يأكلها صح يمكن مونة قالت كلمة عجبتني أنا ويالت أنا متفاقلة رح تتفاعل فأنت النهاردة اتفاعل هتخذ ما تقلقش طيب أنا عايز أعرف صعراتها هل ليها صعرات عالية أو صعرات يعني فيه ساعة ناخد حاجة علشان نملى بها بطننا فيبقى صعراتها برضو عالية طيب السؤال ده على فكرة خلوة قوي الفايبرز ما فيهاش صعرات حرية خالص خالص طيب فيها إيه تاني ممكن أنه هيساعد جسمك لا هيساعد جسمك لأنها الياف طبعية فبالتالي هتمدك بكل الفيتامينز والمينرالز اللي محتاجها الجسم فأنا ما ديبتكش صعرات حرية بس اديتك فيتامينز ومينرالز أم لها حتساعد جسمك النهاردة أنه هو يخس بس في نفس الوقت ما يتأسرش وده الفرق لما الناس اللي هي بتقولك أنا همنع أكل عشان ما يباش فيها صعرات حرية طبعا أنت ما خدتش الفيتامينز والمينرالز اللي محتاجها جسمك وبالتالي أنت النهاردة جسمك بيحس أنه هو فيه انهيار فتلاقي شعره بيقع وتلاقي جلده ابتدى يحصل له فيها ترهولات وابتدى يحصل علامات سودة تحت العين لأ ليه؟ عشان إيه؟ عشان تخس؟ لأ خليك زي ما أنت كده تخين أو خد بقى الأليار في الطبعية وابدأ يخس بشكل صحيح ابدأ يخس بشكل فعلا يديك التفاؤل يديك الحب في الحياة والحب أن أنت مظهرك حتى في وسط أصحابك في وسط أهلك يلاقوا لأ شكلك بقى أحلى جميل دكتور خالد عبد العديد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى أنه التجربة دي تشجع الناس كتير أنه هم يخسوا سكرت أنه نعيش بصحة ما نعيش يعني تعبنين وشايلين في 2-3 شايلين هم فوق ظهرنا أو غدين طريق النهاية يعني زي ما جمعية الأمريكية الأمراض السنة بتقول أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد العزيز ماجستير نباتات الطبية بكلية الصيدلة بشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين عن حسن المشاهدة نشوفكم على خير إن شاء الله بك سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة